معنا من القدس مرسل العربي أحمد دروشة حول آخر المواقف والتطورات بالنسبة إلى موضوع الصفقة أحمد أهلا بك معناي أحمد من خلال المتابعة نوعا ما هناك صمت بالنسبة إلى التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين والتي اعتدنا عليها في الأيام السابقة بالنسبة إلى موضوع الصفقة بانتظار هذا الاجتماع المنتظر للكابنت الجو العام أيضا أحمد كيف هو؟ أبدأ فقط بالإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بدأ خلال الدقائق الأخيرة اجتماعا مع الوزيرين في مجلس الحرب بيني جانس وقادي أيزنكوت في تل أبيب من أجل بحث صفقة تبادل الأسرة وغيرها من الملفات بحسب ما ذكر صحفيون إسرائيليون فإن بلينكين قال في الجزء المفتوح في مستهل الاجتماع بي جانس وأيزنكوت أنه جاء إليهما لإبلاغهما بالتطورات التي اطلع عليها خلال جولته الأخيرة حول عدد من القضايا التي تهم إسرائيل وكان بي جانس قد تحدث في مؤتمر صحفي قبل يومين عن أنه جزء من الاتصالات الجارية لاتفاقيات التطبيع في المنطقة خلال الفترة المقبلة وإن الإدارة الأمريكية تطلعه على هذا الأمر بالإضافة إلى ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن دول عربية وأخرى إقليمية بدأت التواصل مع بي جانس خلال الفترة الماضية نظرا لقناعة منها بأنه سيكون رئيس الوزراء المقبل في إسرائيل حتى الآن لم يرشح أي شيء عن هذا الاجتماع كذلك لم ترشح تفاصيل عما تقبله إسرائيل من الرد الذي قدمته حركة حماس وعما ترفضه إسرائيل من هذا الرد لكن هناك من الواضح أن هناك جهود أمريكية متزايدة من أجل التوصل إلى الاتفاق خصوصا قبل شهر رمضان لأن الولايات المتحدة بالإضافة إلى الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية تخشيان إمكانية تدهور الأوضاع أكثر في الضفة الغربية والقدس إن جاء شهر رمضان المبارك واستمر الاحتلال الإسرائيلي في حربه الدموية على قطاع غزة واستمر في منع دخول الفرسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس وبشكل عام منع دخول الفرسطينيين من الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر بشكل عام بالإضافة إلى منع العمال الفرسطينيين من الدخول إلى داخل الخط الأخضر والعمل هناك تصريحات إسرائيلية خلال الفترة الماضية كانت متضاربة ويبدو أن هناك قرارا إسرائيليا بعدم الخوض في التفاصيل ما مستعد إسرائيل للتنازل عنه أو عدم مستعد للتنازل عنه وتحدث جانس عن ذلك بشكل علمي قال أنه لا يجب على المسؤولين الإسرائيليين أن يحددوا في المؤتمرات الصحفية ما الذي يستعدون للتنازل عنه أو عدم التنازل عنه لأنه اعتبر ذلك خدمة تقدمها إسرائيل لحركة حماس في المفاوضات الجارية بالأمس خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو كانت النبرة التي تحدث بها تختلف عن النبرات السابقة ولو أن المضمون كان مشابها كان يتحدث بنبرة وافقة عن أن إسرائيل كما يدعي توشك على الانتصار في قطاع غزة وأنها قريبة من ذلك جدا وأن الانتصار المطلق والكامل على حركة حماس بالدعائه لن يستغرق السنوات أو أشهر طويلة وإنما أشهر معدودة وربما أسابيع وكذلك كان يتوعد بشن عملية عسكرية في منطقة رفح وفي مخيمات وسط قطاع غزة والآن تنقل صحيفة هارتس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن هذه التصريحات وهذه النبرة التي تحدث بها بني جاندس هدفها الضغط على حركة حماس من أجل دفع هذه الحركة لتقديم تنازلات في المفاوضات الجارية من أجل التوصل لصفقة تبادل أسرع التقديرات الإسرائيلية بأن إسرائيل بحسب أيضا صحيفة هارتس لن تقبل كل ما جاء في رد حركة حماس لكنها تعتبر أن رد حركة حماس بحد ذاته إشارة إلى أن الحركة معنية بخوض مفاوضات جدية خلال الفترة المقبلة ربما تكون هذه المفاوضات أبطأ من المتوقع أحيانا سيكون هناك شعور بأنها قريبة وأحيانا بأنها بعيدة لكن المهم من ناحية الإسرائيليين أن هذه المفاوضات متواصلة من ناحية الإسرائيليين والأمريكيين والجميع بطبيعة الحال أحمد شكرا جزيلا لك من القدس مراسل العربي أحمد دراوشا